ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي؟ التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم هذا العلم اللي أبهر العالم تقاليد العلمية التي سادت في البيئة الإسلامية إنه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسنة أنتو يا أخي تاريخكم مجور حصل إن فيه صلاطين قالوا ألفوا تاريخ بس إحنا عارفين هم مين وفي حدا اليوم ممكن يستشرفلنا واقعنا وش روح يصير فيه بعد أكم من سنة أي تاريخ لأي أمة أخرى ما عندكش القدرة على أن انت تعرف الروايات الصحيحة ولا ضعيفة يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام؟ هو كل فكرة وطنية وكل فكرة قومية هي في حقيقتها فكرة عنصرية بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى عشاق التاريخ إلى الباحثين في التاريخ إلى دارسي التاريخ إلى كل من تلفته معلومات التاريخ وكتب التاريخ نزف إليكم اليوم بشرى إطلاق سلسلة جديدة ضمن بودكاست تاريخنا هي سلسلة حلقات مفتوحة مع الأستاذ محمد الهامي اللي حنتعرف إليه بعد شوي إن شاء الله أطلقنا عليها اسم لطيف جداً ملفت جداً مئة سؤال في التاريخ والحقيقة اللي أطلق هذا الاسم هو الأستاذ محمد والحقيقة هو سؤال وهو عفواً عنوان جميل جداً لهذه السلسلة طيب حتسألني يا أخي أنتو شو حتعملوا في هذه السلسلة طالما أنها مفتوحة الحلقات يعني هذه السلسلة تم تقسيمها إلى عشرة محاور تحت كل محور في عشرة أسئلة في مجموعها ستكون العنوان مئة سؤال في التاريخ لكن هذه الأسئلة شباب هي الأسئلة الملحة التي نحتاج أن نطرحها ونجيب عليها بشيء من التفصيل والعمق حتى نخلق حالة وعي تقودنا إلى بر الأمان لشعور ينتاب الكثير منها أن هذه الأمة دخلت في نفق مظلم لا هي قادرة على العودة ولا هي تعلم أو تعرف إلى أين تسير وبالتالي حقيقة لما لمعت هذه الفكرة لم تلمع لأنه نحن مثلا مصابون بعقدة نقص لا قدر الله أو أننا يجب أن نقف موقف المدافع عن تاريخه وتراثه وعاداته وتقاليده وموروثه العظيم أبدا أبدا فأمة يا كرام أمة يا كرام لديها علم من علومها الكثيرة اسمه علم الإسناد أتى على نصف مليون رجل محققا إياهم كيف لها أن تشك في تاريخها ولا في علومها ولا في ساداتها ولا في علماءها مثلا كيف أمة أبدعت وأبهرت العالم فقط في جزئية النقل فما بالك في تاريخ عظيم أدركنا ومنذ اللحظة الأولى أننا يجب أن نكتب كل شيء عنه هذه المحاورة العشرة حتى تكون هيك بالصورة معانا يعني ضمن البودكاست اللي أتوقع أنه سيكون من أهم الحلقات اللي أنت حتشوفها في عالم سوشال ميديا على اليوتيوب وعلى غيرها من المنصات سنبدأ معان بعشرة أسئلة هي مدخل إلى علم التاريخ ومن ثم عشرة أسئلة هي مدخل إلى علم الحضارة ومن ثم من المحور الثالث هيبدأ الترتيب الزمن يعاد السيرة النبوية ومن ثم حقبة الخلافة ومن ثم الأمويين ومن ثم العباسيين ومن ثم الدول المستقلة ومن ثم الدولة العثمانية ومن ثم حقبة الاستعمار وفيها أسئلة كثير مهمة حنترحها وأخيراً حيكون معنا محور التاريخ المعاصر وبالتالي جهزوا لنا حالكم لرحلة تاريخية شيقة جميلة مفيدة بعون الله وممتعة أيضاً أهلاً وسهلاً أستاذ محمد حياكم الله يا أخي مراد بارك الله فيك ما شاء الله مقدمة عظيمة ومشوقة أنا نفسي تشوقت الله يزيك الخير أستاذ محمد نحن في بودكاست تاريخنا وفي هذه السلسلة تحديداً أيضاً يعني دائماً ما نترك التعريف للضيف يعني أقدر أحكي الأستاذ محمد إلهامي باحث في التاريخ والحضارة الإسلامية وأسكت لكن الضيف أكيد لما إحنا سنستمتع وإحنا نسمع شوية معلومات عنها الله يباركيك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه يا سيدي بداية شكراً على هذه الاستضافة وعلى هذا البرنامج البودكاست وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون عملاً خالصاً لوجهه الكريم وأن يكون عملاً نافعاً لأنه طبعاً أنت تعرف كثير من العلم موجود لكن ليس كل العلم علم نافع والنبينا صلى الله عليه وسلم عودنا أن نستعيذ بالله من علم لا ينفع فالأصل أن العلم يطلب للعمل والأصل أن العلم يكون نافعاً فأصل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا من العلم النافع أنا بالمناسبة أصلاً خريج هندسة أنا مهندس وتخرجت في كلية الهندسة الإلكترونية في عام 2006 ولكن منذ أن كنت في الجامعة وكانت عندي النية إلى نية التخصص في التاريخ فلذلك منذ أستطيع أن أقول مثلاً منذ عام 2002 بدأ هذا الاهتمام بالتاريخ طبعاً أكملت كلية الهندسة وتخرجت فيها ثم تفرغت لمجال التاريخ فالحمد لله رب العالمين الآن صدر لي 16 كتاباً وعدد من البحوث العلمية المحكمة وشاركت في عشرات المؤتمرات العلمية في التاريخية وفي علوم الشريعة المختلفة لكن على كل حال كانت تتعلق بجانب التاريخ ولا أتذكر موليد أي سنة أستاذ محمد؟ أنا موليد آخر 1983 ما شاء الله نفع الله بكم أستاذ محمد الله الله يبارك فيك يعني الآن ذاهب إلى إتمامي الـ 41 سنة ما شاء الله طبعاً مش مبين عليك مش مبين ما أقول نعم متزوج؟ نعم متزوج وعندي ثلاثة أبناء والأبناء أسماؤهم تاريخية أيضاً سيف الدين ومجد الدين وفخر الدين ما شاء الله هل تأثر عنك بالتاريخ ولا أنت بتحبها الأسماء؟ لا شك أنه تأثر بالتاريخ أنا أحببت هذه الأسماء من أرى أن هذه الألقاب كانت ألقاباً فخمة بالنسبة لسلاطين المسلمين المجاهدين الأقوياء الكبار أيام العز طبعاً أنت تعرف عادة التلقب بهذه الألقاب كانت بدأت مع الدولة الأيوبية كان أبلها في مرحلة مرحلة التلقب بلقب الدولة فيقال فخر الدولة وجمال الدولة وبهاء الدولة حتى جاءت الدولة الأيوبية والدولة الزنكية قبلها الدولة الأيوبية هذه دول الجهاد فغالب من تسمى تلقب بهذه الألقاب ألقاب الدين مش ألقاب الدولة فصار يقال نجم الدين وأسد الدين وصلاح الدين وصار هذا في الممالك الإسلامية بعدهم كدولة الممالك فلا شك أن هذا الزمن زمن العزة والقوة والجهاد مما أورثني إياه من الحب هو هذه الأسماء فكانت هذه الأسماء في ذهني قديمة حتى من أيام ما كنت في طالب في الإعدادية وفي الثانوية وأنا أنوي أن أسمي الأولاد بهذا الإسم كنا بنحكي قبل البودكاست أنه كيف التاريخ بيأثر في سلوك الدارس حتى وسلوك الناس عموما صحيح صحيح يا سيدي أسأله تعالى أن ينفع بهم آمين آمين وأن ينفع بعلمكم إن شاء الله ويعني أن يكتب الأجر للجميع إن شاء الله اللهم أمين طيب ما رأيك أن نبدأ الآن بالمحور الأول وهو مدخل إلى التاريخ وسؤالنا الأول كيف لنا أن نثق بالتاريخ عموما أستاذ محمد نعم ونحن نرى بأم أعيننا واقعنا يزور أيوة طبعا بداية أنا أشكر لك هذه الصيغة المهذبة في السؤال الصيغة الصريحة للسؤال تقول هو إيه لزمة التاريخ وإيه لزمة المؤرخين ويعني أحيانا أتعرض لهذا السؤال وبالمناسبة هذا ليس سؤالا يعني يدور عند عموم الناس فقط ولكن هناك مدارس علمية ترى أن هذا السؤال مهم يعني مثلا كارل بوبر الفيلسوف المعروف الذي كتب في فلسفة العلم له كتاب اسمه عقم المذهب التاريخي ويعني خلاصة ما يقول هؤلاء الناس أنه التاريخ هو مجموعة من الأكاذيب المتفق عليها وأنه لا يمكن أن نرجع بآلة زمن إلى التاريخ علشان نتحقق هذا الكلام الذي قيل لنا وروي لنا في الكتب صحيح ولا مش صحيح وحيث أن احنا ما عندناش القدرة على تقييم ما سيق إلينا وما عندناش القدرة على الرجوع إليه ما عندناش القدرة على استكشاف مجهوله فبالتالي كل هذا الموضوع كل هذا التاريخ ملهوش لازم تبدو هذه الفكرة لأول مرة فكرة يعني وجيهة تستحق النظر لكن يعني نستطيع الرد عليها بمثال بسيط الآن أنت لو ذهبت إلى أي وظيفة فأول حاجة توديها للوظيفة هو CV سيرة الزاتية ما هي السيرة الزاتية؟ سيرة الزاتية هو تاريخك في هذا العمل في هذا المجال في هذه المهنة تمام؟ من خلال اطلاع الشركة على سيرتك الذاتية على تاريخك في هذا المجال بتقدر تقيم أنت مناسب لهذه الوظيفة أو غير مناسب مثال آخر ما الفارق بين الإنسان الواعي وبين الإنسان الذي أصيب بمرض فقد الذاكرة؟ الفرء بن الاثنين ليس إلا فرقا واحدا إن هذا يتذكر تاريخه وهذا لا يتذكر طيب تعالى هل ممكن الإنسان فاقد الذاكرة ده؟ ينتفع به يعني هو نفسه لكي يدير أمره ولكي يتابع شؤون حياته هل الإنسان فاقد الذاكرة كالإنسان صاحب الذاكرة؟ الفارق ضخم جدا وواضح جدا وبعيد جدا فبالتالي لأن عمر الإنسان قصير عمر الإنسان بين 60-70-80 نادر من الناس من يصل إلى 90 وإلى 100 سنة هذا العمر قصير لا يستوعب قصة الأمة لا يستوعب قصة حضارة لا يستوعب قصة دولة فلذلك من أراد أن يفهم كيف تنشأ الدول أو كيف تسقط الدول كيف تنشأ الحضارات كيف تسقط الحضارات كيف وصلنا إلى هذه اللحظة التي نحن فيها؟ طيب كيف يمكن أن ننتقل منها إلى غيرها؟ هذا العمر الإنساني عمر قصير وبالتالي احتاج الإنسان إلى أن ينبش في التاريخ وأن يرى ما هي قصص السابقين كيف ترك هؤلاء السابقون حياتهم وصيرتهم لكي يمكن أن تستفيد منها في معرفة كيف وصلت إلى هذا الواقع الذي نحن فيه وكيف تنتصر يعني الآن إحنا مثلا في أيام طفان الأقصى نصر الله أن نفرج عن أهلنا في غزة وفي سائر بلاد المسلمين الآن إذا ولد أو إذا نبت رجل وأراد أن يفهم قضية فلسطين ماذا سيفعل؟ أول شيء سيفعله لكي يفهم هذه القضية أن ينظر في تاريخها كيف وصلت إلى هذه المرحلة؟ يعني علامة يتصارع هؤلاء الناس ما الذي جاء باليهود من سائر أشتاة الأرض إلى هذه البقعة؟ طيب لماذا يرفض هذا الشعب وجودهم؟ لماذا لا يتعايشون؟ لا مهربة ولا محيصة أمامهم من أن يرجع إلى التاريخ لكي يحاول أن يفهم كيف وصلنا إلى هذه اللحظة طيب كذلك كيف يمكن أن ننتقل من هذه اللحظة إلى غيرها؟ تعالى هاته اتنين واحد ما عندهوش خبرة بالتاريخ واحد عنده خبرة بالتاريخ وعرض عليهم نفس القضية ولتكن قضية فلسطين اللي ما عندهوش خبرة بالتاريخ قد يقترح عليك حلولا كثيرة منطقية منها أن نحن نعمل دولة واحدة واسمها إسراطين منها أن نعمل سلام دائم وشامل وعادل منها أنه يبقى فيه تعايش هيقول حلول كتير منها أن نهجر هؤلاء الفلسطينيين من أماكنهم طالما الإسرائيليين هم الأقوى هيطرح حلول كلها تحاول أن تنهي الصراع في الوقت الحالي بينما صاحب التاريخ هيبقى عنده تراث من الحلول التي تم تجربها وتم طرحها ولماذا نجحت أو يعني لماذا فشلت ولماذا نجحت الحلول نجح لماذا نجحت ولماذا فشلت فلذلك من بين كثير من الحلول التي يمكن أن يطرحها من ليس عنده الذاكرة التاريخية سيأتي الرجل صاحب التاريخ ويستطيع أن يختار حلا أو اثنين أو ثلاثة فحسب لأن هذه الحلول بالنسبة له لها سوابق وتمت تجربتها طبعا يصدق هذا يا شيخ مراد أول ما يصدق حين ترى كثيرا من المؤرخين كان عنده قدرة على الاستشراف يعني ابن خلدون مثلا واحد من ألمع الأسماء ابن خلدون توقع أمرين حصل بعد موته هو بمئة عام متصور؟ هذا هو دليل قدرته على استعاب التاريخ واستكشافه السناني يعني هو توقع سقوط الأندلس في وقت الأندلس سقطت فيه بعده بمئة عام قال إنك لما تروح الأندلس وهتلاقي أهل الأندلس متأثرين بالإسبان والقشتاليين في عادتهم وفي تقالدهم وفي رفع الصور على بيوتهم كما يفعل الإسبان ده من علامات الهزيمة الثقافية التي ستتبعها هزيمة عسكرية فصل في أن المغلوب مولع بالاقتداء بالغالب في زيه ونحلته وشعاره وسائر عوائده ذكر تحت هذا الفصل هذا يقول ومن تأمل هذا بعين البصيرة رأى أنه من علامات الغلب يعني الناس دول سيغلبوا عسكريا بعد أن غلبوا ثقافيا دي مثلا حاجة تدل على إيه لولا الذاكرة التاريخية القوية عند ابن خلدون ما كانش ممكن يتصور أنه الهزيمة الثقافية تؤدي إلى هزيمة عسكريا مثلا الإمام ابن حجر الإمام ابن حجر العسقلاني المحدث المشهور صاحب فتح الباري كان من تلميذ ابن خلدون وقال وسمعت من ابن خلدون مرارا أنه لا خطر على سلطان مصر إلا من بني عثمان يعني الدولة المملوكية العظيمة الهائلة الموجودة في مصر دي طبعا ابن خلدون في وقت وجوده كالدولة المملوكية دي القوة الإسلامية العظمى قال هذه الدولة لا تسقط إلا على يد العثمانيين لم يحدث إلا بعد مئة عام من بعد أكثر من مئة عام كمان من وفاة ابن خلدون وبعد وفاة ابن حجر حجر أصلا توفي قبل الدولة العثمانية لكن الآن انظر إلى قدرة المؤرخ على استشراف المستقبل دليل على فائدة التاريخ فهذا هو الذي نتكلم فيه أو يعني باختصار شديد بحيث لا أطيل أن الإنسان لأن عمره قصير يحتاج في إدراك الحوادث الكبيرة التي لا يحتويها عمره القصير من أن ينظر إلى التاريخ وسبحان الله كأنه مسألة التاريخ والقصص هذه مسألة فطرية أنت تجد الأم تهدهد ابنها بالقصص منذ أن كان صغيرا تحكي له حكاية علي بابا والأربعين حرامي فالإنسان أسر الإنسان للقصة كأنه شيء مركوز في فطرته فهو يتعرف عليه قبل أن يتعرف على العلم وأصول العلم يعني المادة الدسمة والمادة القوية في العلم ولذلك نحن طبعا المسلمين طبعا أنا فاهم أن السؤال ده سؤال يسأله الناس لكن عايز أقولك إحنا المسلمين ما ينبغي أن نسأل هذا السؤال لأن إحنا ثلث القرآن الكريم تاريخ تلت القرآن الكريم تاريخ وقصص فابن الأثير مثلا له كلمة جميلة جدا هنا هل ممكن أن القصص التي أوردها القرآن الكريم وشغلت ثلثه تكون غير مفيدة؟ أبدا أبدا حاش وكلا فبالتالي لا يمكن المسلم يبقى عنده تشكك في أهمية التاريخ لأن التاريخ يمثل تلت القرآن الكريم فبقولك ابن الأسير كم بيقول إيه؟ بيقول والحكمة من إيراد هذه القصص هو الاعتبار بها كقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فمن قال هذه كلمة من الأثير فمن قال بأن القرآن الكريم جعل هذا على نحو القصص والأسمار فقد تمسك من قول الزيغ بمحكم أسبابها حيث قالوا هذه أساطير الأولين اكتتبه يعني إيه؟ بيقول اللي بيقول إن التاريخ مش مفيد عامل زي الكفار الذين قالوا عن هذه القصص أساطير ما هي الحاجة اللي ملهاش فيدة القصة اللي ملهاش فيدة أسطورة لكن طالما لها فيدة فهي إيه؟ مفيدة جاء بها القرآن الكريم لكي يتعظ بها الناس ويقتدي فإنت لما تلاقي تلت القرآن الكريم قصص تعرف أنه التاريخ أمر مهم وأمر حيوي في تكوين الإنسان وفي تكوين الدولة وبعد كده إن شاء الله هنيجي إلى كلمة يقولها ويلفرد كانتول سميس مستشرق أمريكي كان يقول المسلمون أكثر الناس إحساسا بالتاريخ لأن دينهم مليء بتنمية الوعي التاريخي لكن بيقولك البيوذيين والهندوس لا التاريخ بالنسبة لهم حاجة مش مهمة بيقول حتى المسيحيين بيقولك المسيحي تعلم من دينه إنه هذه الأرض فاسدة والمملكة الحقيقية هي مملكة السماء فلذلك تجد المسيحي يقف أمام عجلة التاريخ لتدوسه فيكون هو تكرار لعملية الصلب والفداء بينما المسلم يقاوم حركة التاريخ ويحاول تدوير عجلة التاريخ لصالحه لكي يتحقق مراد الله في الأرض وهو في عملياته هذه يطلب أيضا الدارة الآخرة ده كلام مستشرق أمريكي لذلك كتاب التاريخ الكامل للعالم من المستشقين فرنسيين صدر في دارة المعرفة كان يقول الإسلام دين أبطال أكثر منه دين شهداء الإسلام دين أبطال بمعنى أنه بيحاول يغير الحياة أكثر منه دين شهداء يقصد المعنى المسيحي اللي هو تقبل الشهادة بالاستسلام طيب خلينا نعمل هيك حركة زي حركة ابن خلدون هو استشرف شغلتين وصاره في التاريخ وفي حدا اليوم ممكن يستشرف لنا واقعنا وشو روح يصير فيه بعد أكمل سنة مش بعد مئة سنة يعني على الأقل لأنه بتعرف والله من مجموعة كبيرة ضخمة جدا من الشباب يعني محتار إيش اللي ممكن يصير صحيح هو طبعا أولا يجب أن أقول إنه وجود الناس الذين عندهم قدر من البصيرة وقدر من الاستشراف موجودين لا تخلوا منهم الأمة ولعله أذكر حضرتك وأذكر المشاهدين بواحد زي الشيخ حزم صراحة بإسماعيل فك الله أسره شوف الشيخ حزم الناس حرفت قيمته بعد وقوع الانقلاب في مصر على فكرة من يومين إنه فيديو جاعد بنتشر مثل النار في الهشيم يعني شوف لأنه هو وأحيان طبعا بعد الانقلاب صارت الناس تعيدوا بحثة الفيديوهات التي يتوقع فيها ما حصل حتى مسألة تيران وصنافير وحتى غيره لدرقة أنا أتذكر شاب على سوشيال ميدا لطيف كده قال لي أجماعة هو في حدثة من مش هلللها فيديو الحزم بإسماعيل يعني في حاجة تحصل مش هلللها حزم بإسماعيل يتكلم عنها فأنا بقول لك البصيرة موجودة هي لا تنعدم من الأمة الإسلامية لكن حقيقة يا شيخ مراد إحنا أمة مستضعفة والبارزون في ساحة الإعلام وفي ساحة الأكاديميا يعني النخبة هي نخبة لا تفرزها الأمة لا هي نخبة المصنوعة يصنعها أهل الأموال وأهل الأموال مستندين إلى القوى السياسية فلذلك هؤلاء يخفضون من أرادوا ويرفعون من أرادوا فلذلك يظهر على سطح الحالة السقافية والحالة الإعلامية من يكون على هوى صاحب المال وصاحب النفوذ السياسي حتى لو كان وهذا ما ذكره لنا نبينا ستأتي على الناس سنوات خدعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الروايبضة قال يا رسول الله من الروايبضة قال الرجل التافه يتكلم في شأن العامة فهذا من أزمنة الروايبضة حقيقة فأصدق لك يعني على جهة الوجود موجود وذكرنا المثال القريب اللي هو مثال الشيخ حازم لكن يجب أن أقول أيضا بأن الإنسان المسلم مكلف في نفسه بالعمل أكثر مما هو مكلف بالاستشراف تمام؟ لأن كلنا سنحاسب أفرادا وكلكم آتيه يوم القيامة فردا فالإنسان يجب أن يسعى لعز الإسلام ولتمكين الإسلام مش لأن الإسلام محتاج كده لا لأنه محتاج ينجو عند الله تبارك وتعالى ففي أزمنة الإسلام كان عزيزا ومنتصرا وفي ناس دخلوا النار وأزمنة الإسلام كان فيه مضطهدا وضعيفا والناس بعض الناس يدخلوا الجنة والله تبارك وتعالى كشف لنا أنه بعد ما يمكن للمسلمين في الأرض فيه ناس برضو تدخل النار وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنة يعبدونني لا يشركون بي شيئا شوف الوضع الجميل هو وممكن قال تعالى ومن كفر بعد ذلك بعد ذلك فيه ناس بعد كده ستكفر برضو فلذلك الإنسان المسلم غير معلق بالاستشراف بقدر ما هو معلق بالواجبات المطلوبة منه الآن يعني خلينا أقولك مثلا حالة زي حالة طوفان الأقصى أو زي أي حالة حتى لو بدأ زي أي حالة بلاش أقول طوفان الأقصى عشان محدش ينزعج يعني حقم مثلا زي نكب الثمانية واربعين خلينا نقول نكب الثمانية واربعين الإنسان الموجود في نكبة الثمانية واربعين يجب أن يقاتل بكل ما استطاع وأن يجاهد بكل ما استطاع حتى لو كانت المقاييس تقول وحتى لو كان الاستشراف يؤدي إلى أنه هذه معركة خاسر لأنه أنا لست مكلفا بصناعة التاريخ أنا مكلف بصناعة الواجب المفروض علي في هذه اللحظة فلذلك الإقبال على الواجب ليست له علاقة الإقبال على الواجب ليست له علاقة كبيرة بالاستشراف طبعا الاستشراف ينفعني في التخطيط في التدبير في يعني الانسحاب المؤقت في الانحياز إلى فئة كل هذا مطلوب لكن هناك واجب حتى لو كان يعني من قتل دون ماله فهو شهيد من قتل دون عرضه فهو شهيد الإنسان المسلم أكثر بحثا عن القيام بالواجب حتى لو كانت فيه الشهادة ولم يكن فيه تحقق النصر تمام فلكن طبعا أرجع وأقول أن الأمة كأمة تحتاج إلى يعني دائما إلى هؤلاء المستشرفين من الذين قرأوا التاريخ من الذين يفهمون الواقع من الذين أتاهم الله بصيرة في المستقبل لأن هؤلاء هم الناس الذين يستطيعون أن يدبروا لهذه الأمة وأن يخططوا لهذه الأمة وأن ينصحوا لهذه الأمة إذن حتى نغلق القوس تبع السؤال الأول أستاذ محمد التاريخ هو الذي يقول لنا كيف وصلنا إلى هنا وكيف سننتقل وكيف نستشرف المستقبل وبالتالي قصة خلينا نحكي استوانة نحن لا نحتاج إلى التاريخ صحيح يعني حاولوا تخلصونا منها مشان خلاص نعرف نعيش مع التاريخ ونستفيد منه تمام تمام بس أنا خليني إيه رأيك أصيغ هذا الجملة اللي أنت قلتها وهي صحيحة تماما في صيغة أخرى وأقول مثلا أنه فائدة التاريخ هو فهم السنن أن نحن نفهم إلا حصل ثم الاقتداء الاعتبار الاتعاض يعني كيف نستفيد من هذا التاريخ لكي ننتقل إلى يعني عندنا فائدتين كبيرة للتاريخ أن نفهم وأن نعمل فهم السنن والعمل بمقتضاها جميل جدا طيب دعنا ننتقل إلى السؤال الثاني طيب وإن كان طبعا كل سؤال بالمناسبة يوه يندرج تحتي أسئلة تفريعات قد تصل إلى العشرات يعني لكن بهاية طريقة يمكن ما من ننجزش فخلينا نأخذ الأسئلة اللي بيطرحها الشارع واللي على سوشال ميديا عارف يعني بيشتغلوا فيها بطريقة غير عادية تمام يعني أستاذ محمد السؤال الثاني هو إحنا المسلمون الآن نعيش في ظل مفهوم الدولة القطرية إحنا دول متعددة كل واحد له حدود هيك مسكر على حاله كل واحد مهتم في حاله في أرضه في شعبه إلى آخره وبالتالي بطلنا نعرف إحنا هل ننتمي إلى التاريخ الإسلامي؟ يا أخي إحنا هل ننتمي إلى أمة الإسلام؟ أم هل ننتمي إلى تاريخ أمم سابقة؟ يعني مثلاً المصري في مصر هل ينتمي إلى الإسلام؟ أم ينتمي إلى مصر؟ أم ينتمي إلى تاريخ الفراعنة؟ العراقي في العراق هل ينتمي إلى العراق أم لأمة الإسلام؟ أم إلى التاريخ البابلي مثلاً؟ في بلاد الشام هل ننتمي إلى الفنيقيين على سبيل المثال؟ في الهند هل ينتمون إلى الهندوسية؟ الهندية؟ يعني سؤال بتلاقي أحكي لك شغلة لما أنا أروح أصور في أي مكان بصور وبخلص وبحكي هذه من موروث الحضارة الإسلامية فبطلع لك تحت عدد ذباب الإلكتروني هيك يعني بكثر وقول أخي ليش تحكي أنت ليش كل شو بتنسبه للإسلام ليش بتحكيان الإسلام أحكي هذه حضارة مورية مثلا يعني فكيف نحل هذا الإشكال وأيضا يعني كمان سؤال ملح جدا سرعة بتبع هذا السؤال هيك أنه طيب يا أخي أنت ما شاء الله عندك عراقي وعندك حضارة بابلية وهذا مصري عنده حضارة فرعونية وهذا من الشام عنده حضارة رومانية ولا فينقية أيا كان طيب الشعوب الجديد اللي ظهرت على الخريطة جديد يعني مثلا هدول ما عندهم مش تاريخ ضارب في القدم شو يعمل يروح ينط من فوق الجبل ينتحر مثلا شو يساوي في حاله يعني نعم بارك الله فيك شوف شوف أنت السؤال بتطرحه ببساطة بس حقيقة هو بيفتح موضوع فلسفي كبير جدا والإجابة عليه يعني عميقة شوف أنت وقت ما بتقول أنا مين بتحدد تاريخك لما أنت تقول أنا مين يعني أنا مراد الفلسطيني العربي المسلم وقت ما أنت بتقول التلاتة عبارات دول فإنت بيبقى عندك تصور لتاريخك يعني مثلا أنا الآن أمامك لما أقول أنا محمد المصري يعني ده فهمي لنفسي أن أنا مصري غير لما أقول أن أنا محمد العربي وأقول أن أنا محمد المسلم دول بيعملوا أشكال أخرى من تصور التاريخ أنا لما أقول أنا محمد المصري حفيد الحضارة المصرية القديمة أنتمي إلى مجد حد شبسوت وونيفرتيتي والأهرام وأبو الهول ده بيصنع عندي تصور للواقع وللحياة وعلاقاتي بالناس مختلف لابد أن أراك أنت أخ مراد باعتبارك عدو لأن أنت عدو وقديم للفراع إن الجماعة اللي كانوا موجودين في الشام الحسين وغيرهم دول دول أعداء لأجدادي فأجدادك أعداء لأجدادي وبالتالي حصل مثلا عندك في غزة طوفان الأخصى ولغير طوفان الأخصى أنا أؤيد أن إحنا نغلق عليك معبر رفح وأؤيد أنك تموت ولا ما تموت شئ يعني أنت حر يعني ده حاجة ما تهمنيش بس ربما زوال عدو يبقى مفيد لي باعتباري شخص مصري وده مما يفيد في تقوي الوضع الذي أنا فيه إنما أقول أنا محمد العربي أو محمد المسلم طبعا فيه فرق بينهم بس يعيز أقول رقم واحد لو أنا بقول محمد المسلم فأنا التاريخ عندي لا يبدأ من محمد صلى الله عليه وسلم بل يبدأ من آدم عليه الصلاة نعم لأن الأنبياء جميعا موكب واحد تمام وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى فأنا أنتمي إلى آدم لكن النسخة الأخيرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى من الدين الحق هي التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم فأنا أقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأقرب إلى الصحابة والتابعين وأقرب إلى أبو وبيده الذي فتح الشام وأقرب إلى عمر بن العاص وأقرب إلى عمر بن الخطاب مني إلى الراجل الفرعوني اللي هو اسمه لو أنا راجل فرعوني هبقى شايف عمر بن الخطاب وعمر بن العاص أحد المحتلين الذين احتلوا هذه البلد وتكوني النفسي يجب أن يضادهم ويصادهم فحقيقة التاريخ أمر لا يمكن فصله عن الهوية لا يمكن فصله عن الهوية الهوية هي تحدد التاريخ طيب أنا دلوقتي إيه اللي خلانا نطرح هذا السؤال يعني إيه اللي حصل وخلانا نطرح هذا السؤال حقيقة الخلانا نطرح هذا السؤال هو الاحتلال الأجنبي الاحتلال الأجنبي أحد وسائل تمزيقه لهذه الأمة أنه يبحث لكل قوم عن هويات غير الهوية الإسلامية دلوقتي الراجل المحتل الفرنسي نابليون ده لما جاء مصر واحتل مصر إحنا المصريين في أعناقنا دين كبير لشاب صغير من حلب اسمه سليمان الحلبي جاء إلى مصر وقتل كليبر اللي هو كان القائد الثاني للحملة الفرنسية مع أنه الفرنسيين مرحوش حلب ومحتلوش حلب يعني المفروض الراجل ده جاي من وطنه وجاي متدخل في شؤوننا الداخلية القضية بتاعتنا أيوه وكمان عمل عندنا جريمة إرهابية أنا دلوقتي لو راجل مصري فرعوني وشايف أن الحملة الفرنسية دي هي تحرير وتنوير وإدخالونا في عصر الحداثة وإنقاذونا من عصر التخلف العثماني هيبقى إيه تقييمي لسليمان الحلبي تدخل في شؤوننا الداخلية إرهابي إرهابي مجرم من بتوع الجهاد العالمي والإرهاب العبر للحدود وجاي وارتكب جريمة إرهابية عندنا في إيه في مصر ومحدش استدعاه ومحدش قاله تعالى ودخل بشكل غير شرعي وارتكب جريمة غير شرعية والحمد لله وتحاكم وإيه وأعد لكن أنا حين أكون مسلما أرى أنه هذا هو الانفعال الإسلامي الطبيعي المتوقع واحد من حلب يرى أنه مصر من ديار الإسلام ليست بلداً آخر جاء أهل كافر سواء كان فرنسي والإنجليزي والألماني والأمريكي جاء أهل كافر فحتل لها رأى هو أن عليه واجباً في الجهاد فجاء من حلب حتى تحياً لكي يغتال قائد الحملة الفرنسية زيه زي الحجازيين اللي كانوا موجودين في مصر وقواموا الاحتلال الإنجليزي زيه زي المغاربة زيه زي الجاويين بتوع ماليزا وإندونسيا اللي كانوا موجودين في الأزهر وقواموا الاحتلال الفرنسي الاحتلال الأجنبي يا شيخ مراد بدل ما يواجه المسلمين كأمة واحدة عمل على تقسيمهم إلى هويات وإلى أوطان ففي فترة الاحتلال الإنجليزي سعى هذا الاحتلال من خلال الأثريين والرحالة والمؤرخين إلى استنبات وإعادة إحياء هذا التراث القديم فبقى المصريين عارفين أنهم فرعنة بيحاولوا ينتموا إلى الفرعنة وبقوا الشاميين بيحاولوا ينتموا إلى الفينقيين وبقوا العراقيين جذورهم ضاربة في الحضارة يعني إحنا المصريين كنا شايفين الأثار الفرعونية قبل كده إيه جماعة وثنيون أنقذنا الله منهم بالفتح الإسلامي والحمد لله صرنا كلنا موحدين ودي من أصنام القرون الغابرة لكن المصري صاحب الهوية الوطنية المصرية يرى أن هذه الأصنام والأوثان هي دلاء العظمة ودلاء القوة ودلاء الفخر ومبعث مجد وينبغي أن نحفظها وفي كتاب لطيف جدا جدا اسمه حديثه عيسى بن هشام لأديب مصري اسمه محمد المويلحي كان يقارن فيه بين المجتمع المصري لما دخلت عليه الحداثة والأفكار دي بقى شايف إزاي كل حاجة بقى شايف إزاي الفراعنة يعني هو عمل حوار بين واحد بداية الكتاب كده واحد دخل غيبوبة وبعدين صحي بعد سبعين سنة فبدأ يقارن الأفكار التي غزت إحنا شايفين إزاي الطب شايفين إزاي الحضارة شايفين إزاي الآثار الفرعونية شايفين فلذلك الذي جعلنا ننقسم إلى هويات ويحاول كل بلد استنبات هويته القديمة هو الاحتلال الإنجليزي لأنه بدل ما يقاوم أمة إسلامية فيكون احتلاله لمصر مستفزة للي في إندونيسيا ومستفزة للي في طنجة لا أنا لما أحتل مصر يبقى إيه بستفز الناس اللي في مصر اللي عندهم الهوية المصرية وهذا الصراع ما زال مستمر حتى الآن أنت الآن ترى غزة غزة السياق السياسي الدولة التي نحن فيها هي الدولة المصرية التي أنبتتها هذه الفكرة الوطنية ترى إنه من واجبها الدفاع عن أمنها القومي بأن تقيم الحدود والأسوار على رفح علشان محدش من غزة يتصرب إليها دولة أخرى في الضفة الغربية مثلا زي الأردن ترى إنه لا تتدخل في هذا الأمور ويجب أن تشدد أيضا الأسوار على حراسة الحدود فبالتالي التاريخ جزء من الهوية جزء من الهوية فكون إنك ترى نفسك مصري غير إنك ترى نفسك مسلم فلأجل هذا يجب أن ننتبه إلى هذه المعاني طيب الناس اللي ما عندهمش تاريخ هل ينتحروا؟ هو حقيقة ما فيش حد ما عندهش تاريخ أهم حاجة هو شايف نفسه إزاي يعني ما فيش ناس وجدوا أو نبتوا بدون تاريخ هو الناس إما أنهم سجلوا تاريخهم وغالبا الناس اللي سجلوا تاريخهم هم الذين كانوا موجودين في أراضي صالحة للحياة المستقرة يعني موجودين على ضفاف الأنهار مثلا اللي هي مواطن نشأة الحضارات الكبرى إنما بقية الناس كانوا موجودين لهم تاريخهم ولهم عاداتهم تمام؟ هل الإنسان وهذا هو الذي جاء به الإسلام يا شيخ مراد هل الإنسان أسير وحبيس وسجين للأشياء التي ولد بها؟ يعني أنا طالما ولدت مصريا فيجب أن أكون وطنيا مصريا قوميا منغلقا داخل هذه الحدود ولا الإنسان عنده القدرة على الانتقاء والاختيار بين الخير والشر بين الصالح والأصلح فاللي بيحاول يحبس الإنسان في هوية مغلقة ولد بها في لونه في جلده في لغاته في أرضه دي حقيقة محاولة التعامل مع الإنسان كما يتعامل مع الحيوان لأنه يريد أن يقصره على أمور هو لم يخترها أنا لم أختر أن أولد مصريا ولا عربيا ولا بهذا اللون الإسلام فتح أو الإسلام نظرته للإنسان نظر أوسع من ذلك إن الإنسان هو الذي يستطيع أن يختار هويته فالإسلام يجمع العربي ويجمع الحبشي ويجمع الفارسي ويجمع الرومي والتركي والشركسي والأمازيغي وكل هؤلاء يرون أنفسهم أمة واحدة طيب إذا في حد حتى عايز يخرج من هذه الأمة وعايز يرتد يملك أن يرتد ويخرج حقيقة يعني عمليا من أراد أن يرتد ويخرج من الأمة وشايف مثلا أن دينا أخر هو أفضل ولا شايف أن قوما أخر هم أفضل ينزع نفسه من الأمة الإسلامية ويلتحق بالأمة التي يريد فهذا المعنى الإنساني الذي يجعل الإنسان هو القادر على اختيار هويته والقادر بما أنه اختار هويته فهو يختار تاريخه تمام؟ فهذا هو المعنى الأسمى والأرقى والأليق بالإنسان أنت بتعرف شيد محمد هذا السؤال هو الذي يتسلل أو تتسلل منه فكرة الأفضلية والأسبقية يعني أنا شايف حالي فرعوني ولا بابلي ولا كذا وأندمي إلى ذاك التاريخ الضارب في القدم حتى أرى نفسي عليك حتى أصرف لك أصرف لك عبارة أو رشدة تتدخلش في شؤوننا أو أنت مين مشان تحكي بالتاريخ تابعنا وضلكش تدحى شيء تتدخل الإسلام في كل جملة بتحكيها وكل عبارة بتحكيها خلاص إحنا كل هاتنا مسلمين يا أخي بس إحنا بالأخير مثلا أمازيغي يا أخي تدخلناش بأي شيء تاني صحيح فهاي العباء يعني بشعر أنها هي عاملة عقدة حقيقية على الأرض هو كل فكرة وطنية وكل فكرة قومية هي في حقيقتها فكرة عنصرية ويترتب عليها كل المشاكل العنصرية اللي أنت شايفها من التعامل مع اللاجئين سواء أنا مش تكلم على أوروبا بس لا في أي مكان آخر يعني مثلا إذا بنتكلم على تركيا إحنا موجودين في تركيا ما الذي يجعل قضية اللاجئين قضية ساخنة إن في ناس شايفين نفسهم أتراك طيب ما الذي يجعل قضية اللاجئين في أوروبا قضية ساخنة في ناس شايفين نفسهم أوروبيين بيض مسيحيين ودخول اللاجئين وتسهيلوا لدخول اللاجئين يسبب تغير الثقافة بلاش اللي شايف مثلا المصريين في الفترة الأخيرة بعضهم مش عايز سودانيين ومش عايز يمنيين ومش عايز سوريين برضو عشان في نزعة وطنية بتقول إحنا المصريين ودي أرض المصريين كل نزعة وطنية قومية هي في حقيقتها نزعة عنصرية وهذا خطر هذا خطر لأن كل الناس معرض أصلا إلى أن تتقلب بها الأحوال ولذلك أرجع إلى القول بأن ما جاء به الإسلام هو نزع هذه الأشياء وجعل الأفضلية للتقى والعمل الصالح يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لا مش علشان تتفاخروا مش علشان تتمايزوا تتقاطعوا لأ لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح فالخروج من الهويات التي أورثناها أو التي فرضت علينا أو التي اكتسبناها بالمولد وباللون وبالعرق إلى الهوية التي نختارها والتي تحاكم الإنسان إلى أعماله إلى أخلاقه هي الأليق بالإنسان وهي الأفضل للإنسان حقيقة كل هذه القوميات هي نوع من الجاهليات نعم نعم يعني يا صديقي العزيز أعمارنا مكتوبة وأرزاقنا مقسومة نعم لا تتعب نفسك أنتقل إلى السؤال الثالث نعم السؤال الثالث يعني بيطرحوا كثير طبعا من الشباب يعني فكرة الثقة بالتاريخ نعم وتحديدا التاريخ الإسلامي ما الذي يجعلنا نثق بالتاريخ الإسلامي علما أنه التاريخ كله أو تاريخ الشعوب كلها مليئة بالخرفات مليئة بال أساطير مبالغات أساطير يعني مبالغات أيها بالضبط وبالتالي أنا كمسلم كيف أثق في هذا التاريخ؟ سؤال مهم وسؤال يعني في صميم المطلوب وخلينا نضيفه إلى كمان السؤال الأولاني اللي هو بيقول لك أنا يعني كيف أثق بالتاريخ وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني فلذلك قلنا نقول إيه لي خليني أثق بالتاريخ الإسلامي وأنا شايف الواقع يزور أمام عيني شوف يا سيدي صلي عنا فيه اللهم صلي على سيدنا محمد أحد المزايا الموجودة في الأمة الإسلامية أو الفرائد يعني التي تفرضت بها الأمة الإسلامية هو أنه الدين هو الذي صنع الحضارة الدين هو الذي صنع الحضارة أنت عارف كتاب مايكل هارت اللي هو الخالدون مئة أعظمه محمد أو أعظم مئة شخصية تأثيرا في التاريخ كان بيقوله أنه اختار سيدنا محمد رقم محمد الأعظم تأثيرا في التاريخ ليه يا أستاذ مايكل هو بيقول حتى الناس هتسألني وباعتبار أن أنا مسيحي إزاي اخترت محمد وقدمته على عيسى فبيقول لأنه محمد هو الشخص الوحيد في التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقا على المستوى الديني والدنيوي على المستوى الديني محمد مؤسس دين عظيم وعلى المستوى الدنيوي محمد مؤسس دولة وحضارة عظيمة بقية الناس عبر التاريخ يا عمله ده يا عمله ده نعم ما حدش عملهم لتنين مع بعض يعني الأديان الكبرى زي المسيحية وزي اليهودية لما ننظر في سير المؤسسين موسى عليه السلام مات في التيه قبل أن يقيم دولة تمام سيدنا عيسى حتى في الرواية النصرانية طبعا نحن عندنا مسلمين أن الله رفعه إليه لكن في الرواية النصرانية أنه مات مصلوبا يعني فشلت حركته بالنسبة للواقع السياسي طيب وبالتالي فالعظماء إما عملوا أديان عظيمة أو عملوا حضارات عظيمة بدون أديان يعني الراجل زي الإسكندر المقدوني ولا واحد زي جينكيس خان ولا واحد زي دارة يعني الأبطال بتوع التاريخ دول عملوا حضارات لكن ما عملوش أديان ولذلك يا مولانا اللي هم نحن بقى في لماذا أضرب هذا الكلام علشان أقول أنه التاريخ الإسلامي أحد فرائده المميزة والمهمة أنه نشأ للحفاظ على الدين وليس لتمجيد الدولة ولا لتمجيد الحكام ولا لخدمة الحضارة التاريخ الإسلامي بداية نشأته هو أنه نشأ ليحافظ على الدين يعني مثلا تفتح كتاب زي كتاب تاريخ خليفة بن خياط واحد من أوائد المؤرخين توفي أسنة 42 هجرية يعني قبل منتصف القرن الثالث يقول لك والتاريخ يعرف به الناس يعرف به الناس إيه تعرف به الناس موعد حجهم وصلواتهم وانقضاء عدد نسائهم ومحل ديونهم الرجل اللي بيعمل التاريخ ده بيقولك التاريخ ده فايدته إن الناس تعرف الأوقات المكتوبة عليها تعرف تحج إمتى تعرف تصلي إمتى تعرف الديون اللي عليه إمتى ييجي تاريخ تسددها يعرف عدد النساء مثلا واحدة رايح يتجوزها واحدة يطلقها يعرف إمتى إيه طلقها وإمتى ينفع يتجوزها فالتاريخ الإسلامي لم ينشأ أصلا لمحاولة نفاق الحاكم ولا لمحاولة ترصيخ الحضارة ولا 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 يعني الواقع دلوقتي بيزور قدام عيننا ليه لأن في قوة سياسية حاكمة عايزة تسوق رواية معينة للتاريخ فهي عملة برامج التوكشو وعملة مسلسلات وعملة كتاب صحافة بيخدم الرواية السلطوية الرواية التي تريدها السلطة لكن التاريخ الإسلامي لم ينشأ لذلك نفس الكلام اللي قاله خليفة بن خياط ده قاله الطبري شيخ المؤرخين في كتابه طبعا بينهم حوالي 80 سنة أو 70 سنة لأن الطبري مات 310 لأصد 90 سنة وخليفة بن خياط مات 240 إنه برضو فائدة التاريخ هو معرفة الإيه طيب تروح للسخاوي واحد عند القرن التاسع الهجري أقول لك دوله متقدمين السخاوي بقى بتاع القرن التاسع الهجري ده وهو بيقول إيه فائدة التاريخ فبيقول إنه من فائدة التاريخ معرفة تواريخ الأئمة والرواه مواليدهم ووفياتهم هو قال طبعا النساء وانقضاء عدد المحل الدون وفرح أضاف عليهم كمان نحن نبقى عارفين الإمام ده تولد إمتى ومات إمتى الراوي ده تولد إمتى ومات إمتى وقال لك وما يلحق بذلك من الحوادث الجليلة فالمسلمين لما بدأوا يعملوا علم التاريخ بتاعهم كانوا بيعملوها علشان حفظ الدين وفهم الدين وضبط الدين أنا قلت لك السخاوي وهو بيقول معرفة إم ترواه فاتني حتة كان المفرد أقولها يقول لك ويعرف به الناسخ والمنسوخ من الأخبار إحنا عندنا آيتين أو عندنا حديثين متعارضين فإحنا بنعرف التاريخ علشان نعرف مين الحديث الذي نسخ الحديث اللي فات يعني مثلاً يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سقارة وبعد كده يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميصير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجة تنيبوه في آية هي بتقول لك ما تصليش وإنت سكران وآية بتقول لك ما تشربش الخمر خالص إن المسلمين بدأوا يبحثوا في التاريخ عشان يعرفوا مين الآية اللي قبل التانية الآية دي لو كانت قبل دي يبقى كان الخمر بيتم تحريمه بالتدريج فالأول منع منه المسلمون وهم يصلوا وبعدين منعوا منه تماماً طب لو كانت دي قبل دي يبقى الأول نزل التحريم الكامل وبعدين إيه رخصة في غير وقت الصلاة المسلمين عملوا التاريخ علشان كده علشان يعرفوا ماذا يريد منهم ربهم وماذا يقول لهم نبيهم ما عملوهوش علشان يدعموا به سلطة قائمة وعلشان كده التاريخ الإسلامي هو جزء من جزء من العلوم الإسلامية اللي نشأت لحفظ الدين مش جزء من العلوم السياسية مش جزء من يعني لم تكن بدايته أنه فيه سلطان كلف مؤرخاً بالكتابة ده ممكن يحصل بعدين بس أصدقل بداية نشأة التاريخ الإسلامي هو محاولة حفظ الدين فهم الدين ضبط الدين بس هو ده المطلوب لكن حيظل في عنا شاب حيظل حيظل في عنا شاب يحكي لك طيب كويس أنت رويتولنا التاريخ لما المشكلتي معكم يا مؤرخين كيف أثق صح في التاريخ يعني أنا كيف أتأكد أنه عن جد صلاح الدين حرر بيت المقدس كويس أنت لهذا الحد يعني كيف أتأكد أنه قطز يا أخي دخل في عين جلوت ومعقول يعني فازوا عليهم وهدو لك يعني بيشكك في أشياء مركزية أساسية رويت في تاريخنا الإسلامي من باب فكرة أنه ممكن أحكي لك هذا مش قلم هاي سواك ولا أي شي آخر وطبعا إحنا لو وصلنا وثالي ثقة هاي في التاريخ هاي اللي بدأ يعني قصدي أمة تمتلك علم مثل علم الحديث يعني كيف لها يعني أن يزور تاريخها أو أن لا نثق به يعني لا يمكن صدق موه أنا أنا بحاول أجاوب في هذا السؤال عن إيه عن إيه الحاجات اللي موجودة في ذهن طارح هذا السؤال اللي بيطرح هذا السؤال في ذهنه أنه هو شايف الواقع يوزور قدامه وشايف اللي بيكتبوا التاريخ زي ما بيكتبوه في الأفلام والمسلسلات والبرامج والصحافة شايفهم كتب مأجورين وشايفهم عايزين فلوس من الحاكم أو منافقين فبالتالي بيزوروا الواقع اللي هو شافه بعينه يعني هو مثلا شاف مزبحها كان موجود في الثورة المصرية ولا السورية ولا غيره فشاف مزبح حصلت لقاها في التلفزيون ما حصلش حاجة أو لقا المقتولين في التلفزيون هم اللي إرهابيين مثلا وشاف اللي بيعمل كده بيعمل كده وهو واخد فلوس واخد وضع اجتماعي فأنا بحاول أجاوب على الأشياء اللي هي إيه اللي في دماغه فأنا عايز أقول له بداية إنه لما نشأ علم التاريخ عند المسلمين نشأ ملهوش علاقة بتثبيت أو ترويج أي رواية سلطوية وسياسية دول ناس بدأوا يعملوا التاريخ دول علشان يفهموا دينهم هم ولما عملوا التاريخ علشان يفهموا دينهم هم فكانوا على هذا القدر من الدقة التي صنعوا بها علم غير موجود عند كل الأمم اسمه علم الإسنات أنت دلوقتي جاي تقول لي قال رسول الله كذا تعال بقى أنت من أين عرفت أن رسول الله قال كذا فبيتقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني أبو هريرة قال رسول الله العلم هنا يعمل إيه يجيب فلان وفلان وفلان ويروح يتأكد يدور في كل واحد فيهم الراجل دا كان يظروفه في الدين كان يظروفه عنده دين ولا ما عندهش دين ولا بيشترى بالفلوس ولا ممكن يكذب علشان مصلحته ولا كان ليه مصلحة في رواية هذا الحديث كل واحد وبعد ما نقول كل واحد احنا عندنا فهرس لكل واحد دلوقتي نروح نبحث في الاتصال يا ترى دا قابل دا فعلا ولا ما قابلهوش فده ساعتها يقول لك موالد ووفيات الأئمة والرواة تمام امت دا قابل دا طيب وبعد ما قابله الاتصال هذا الاتصال في كل السند ولا الاتصال فيه حصل هنا انقطاع ولا حصل هنا اعضال ولا حصل تفاصيل بقى في علم السند طيب بعد ما نخلص الراجل دا وطلع الاسناد نظيف نرجع ندور في المتن المتن اللي هو الكلام الذي قاله هذا هل هذا الكلام عورضة باقوى منه عندنا اسناد تاني اكثر قوة منه واكثر متانة منه واكثر شهرة منه بيعارض الكلام دا ولا لا طيب لو حصل فيه معارضة بقول ان الاسناد الاولين دا شاذ خالف ما هو اوثقه منه واحيانا يبقى الاسناد نظيف والمتن نظيف يعني الاسناد نظيف ما فوق ويجي المحدث يقول لك لا الحديث دا مش صحيح الحديث دا فيه علة ايه هي العلة دي العلة دي عيب لا يمكن وصفه بقاعدة عامة العلة دي تفاصيل صغيرة لا يمكن ادراجها تحت قاعدة عامة زي كده لما بيضربوا بها مثل زي لما الراجل الجواهر جي يمسك الدهب ويقول لك لا دا دهب فالسو او يمسك اللقلقة او الماس ويقول لك لا دا ايه دا ازاز مش ماس عرفتها ازاي بالخبرة ملهاش قاعدة عامة كل حاجة وليها ايه وليها العيب الدقيق فيها طيب التاريخ الاسلامي نبت من شجرات البحث في الدين الاسلامي في ضبط العلوم الاسلامية فعلشان كده التقاليد العلمية التي سادت التقاليد العلمية التي سادت في البيئة الاسلامية تقاليد انه التاريخ الروايات لا تروى إلا بالسند يعني إيه اللي يخلي مثلا تاريخ الطبري مليان وحدثني فلان عن فلان عن فلان إيه اللي يخليه كده لأنه لو كتب من غير حدثني محدش هيهتم ياخد منه تاريخه البيئة العلمية لا تقبل بهذا يشبه إيه مثلا زي لو أنا دلوقتي كتبت يعني أنا دلوقتي لو كتبت كتاب أنا أقدر دلوقتي أكتب كتاب وروح منزله على المطبع ولا حد هي محدش له الحق يعني أنا أقدر كتاب ومش كتاب حتى أقدر أكتب على الفيسبوك محدش هيسألني طيب لكن مات الكتاب هذا يبقى له قيمة علمية عند البيئة العلمية المعاصرة يقول لك مثلا لما تبقى إيه دراسة محكمة يعني إيه دراسة محكمة يعني بتعرض على ثلاثة أربعة تنين ممن لهم نفس التخصص يقيموها ويقولوا إيه إذا كانت هذه سائرة على المبادئ العلمية ولا مش سائرة فبالتالي يبقى فيه فرق بين الدراسات المحكمة وبين الدراسات غير المحكمة هذا الوضع يا مولانا زمان كان يسمو أنك تروي بالسند فيش حاجة اسمها تقول من دماغك كل رواية تروح تقول من حدثك عن من عن من عن من إلى منتهى هذه الرواية يبقى إذن إحنا كان عندنا بيئة علمية لا تقبل القول بدون مصدر وبيئة علمية تتشكك وتتريب ولا تقبل إلا من الصادقين ما تقبلش إلا من الصادق ذوي الدين والأمانة والضبط والكفاية يعني وعندك فدلوقتي وعندك أصلاً أنه يعني مقصوده هذا العلم كان لخدمة الدين ولحفظ الدين ولضبط الدين ما كانش لخدمة حد من الناس هذا الجو العلمي المنتشر في صدر الإسلام هو الذي جعل التاريخ الإسلامي أكثر التواريخ موثوقية بين كل الأمم وبقى عندنا علوم انفرضنا بها بين كل الأمم اللي هي مثلاً زي علم الإسناد وعلم الجرح والتعديل وعلم طبقات الرجال دي مش موجودة في أي مكان لذلك مثلاً واحد زي الإمامة بن حزم يقول إنه من أدلة إنه الإسلام صحيح إنه إحنا ما عندناش أي وسيلة للتأكد من قول أي نبي إلا في الحالة الإسلامية بس يعني ما تقدرش محدش يقدر يقول قال موسى ويعرف يجيب مصدر نستدل به استدلالاً علمياً يعني الأناجيل والتوراة وغيرها الأقوال المنسوبة لكونفوشيس والأقوال المنسوبة لبوذة ولا غيره كل دول ما فيش وسيلة علمية تقدر تقول فعلاً بوذة قال كذا فعلاً موسى قال كما ما فيش لأنه في انقطاع في الأسانيد وانقطاع في فترات مجهولة فبيقول لك من أدلة صحة الإسلام إنه هو الدين الذي يمكن الاستدلال على صحته بطريقة علمية بس ما فيش حاجة تاني وبالتالي يعني بعد كل هذا الجهد وهذا التعب هذا العلم اللي أبهر العالم هذا الراوي للتاريخ سنضيف شعار كبير عنوان كبير أنه وهو يؤرخ وهو يكتب لديه قاعدة أساسية ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد نعم وبالتالي كيف تشك عزيزي بعد كل هذا الكلام في قصة أنتو يا أخي تاريخكم مجور طبعا أنا أرجع وأقول يا أخ مراد أنه مش معنى كده أن كل ما روية في التاريخ الإسلامي صحيح لا أنا بقول أنه كل ما روية في التاريخ الإسلامي لدينا القدرة على فحصه لكن إحنا بشر حتى لو طالت المد أستاذ محمد طالما هو مهم إزاي إزاي هقول لك أرجع لك بس أكمل الجملة دي أنا بقول ما روية في التاريخ الإسلامي البيئة الإلمية الإسلامية عملت تقاليد علمية زي الرواية بالسند علشان يبقى عندنا القدرة على فحصه طيب الحاجة المروية بغير سند تظل مشكوكا فيها ونفضل نحاكمها ونشوف توافق الصحيح ولا لا توافق الصحيح أو متشككين فيها ونفضل على ريب منها هذا التقسيم يا مولانا مش موجود في أي مكان آخر لكن إحنا بشر فقد يخرج عندنا الكذاب ويروي عندنا الكذاب ويروي عندنا من يبالغ بلاش ممكن يبقى حتى الواحد صالح لكن ما عندهش القدرة على الضبط والذاكرة القوية فيرويش أشياء نسيها أو يروي أشياء اختلط عليها كل ده موجود في تراصنا الإسلامي لكن الميزة في تراصنا الإسلامي إن الآلية المنهجية موجودة وقائمة لفحص كل هذه المرويات وهذه الآلية والمنهجية يعني كما قلت لك هي آلية ومنهجية أصلها الدفاع عن الدين مش الدفاع عن حد تاني ولذلك المحدثين هم الذين قالوا مثلا بإنه أحاديث في فضل عائشة وفي فضل خديجة وفي فضل فاطمة وفي فضل أبو بكر وعمر أحاديث ضعيفة ليه يا جماعة مش دول أئمة الإسلام ومش دول بنات النبي ومش دول زوجة النبي آه بس الحاديث ضعيف لأنه هو شغال بمنهجية علمية هو من بيفوتش الحاجة لما تبقى حلوة وبعد كده لما تبقى وحشة يروح لا هو عنده منهجية علمية هل قال رسول الله كذا ولا ما قالش حتى لو كان الحديث الذي في فضل أبو بكر وعمر ده يستحق أبو بكر وعمر لكن هو قاله ولا لم يقوله دي مسألة علمية ملهاش علاقة بالمتن نفسه ولذلك كثيرا ما تسمع عند المحادثين مثلا قولهم حديث ضعيف ومعناه صحيح المعنى جاءنا من آية قرآنية أو من حديث صحيح لكن الحديث ده بالألفاظ دي ضعيف لا نعرفه إلا من طريق أنه هو ضعيف فبالتالي فعمل الرواه يعني عمل العلماء وعلى مستوى الرواه على مستوى تحقيق التاريخ كان عملا علميا متينا لأن احنا برضو جمعنا بين أمرين واحد زي الطبري قال لك أنا الكتاب بتاعي ده عامل زي الأرشيف مش كل اللي فيه صحيح ومش كل اللي فيه أنا أقبله كتب كده في المقدمة قال وما يكون في هذا الكتاب مما يستشنعه قارئه أو ينكره سامعه فليعلم أنما أديناه كما أدي إلينا قال لك الكتاب بتاعي ده أرشيف فبالتالي احنا بقعت عندنا الميزتين ميزة الجمعة وميزة القدرة على الفحص يعني دلوقتي أنا هحتاج مثلا في التاريخ المصري ولا التاريخ السوري ولا التاريخ طفان الأقصى واحد جي وقال لي أنا دلوقتي عملت لك أرشيف الصحف المصرية والصهيونية والأردنية والسورية أنا عملت أرشيف وكتب لك في الأرشيف مثلا يعني قال أحمد موسى ولا قال عمر أديب ولا قال إنت كده عندك مستين إن الخبر موجود المعلومة لم تضح لكن عندك أيضا القدرة على إيه على تقييمها صحيح بعد 200-300 سنة هيجي اللي بعد 200-300 سنة ما يعرفش الفرق بين حزم وبإسماعيل وبن عمر أديب يقول لك يعني بالنسبة له قال مصطفى بكري مثلا زي قال حزم وبإسماعيل ساعتها ده هيبقى محتاج يرجع لعمل المحدسين اللي قالوا عن حزم وبإسماعيل مثلا ثقة ثبت صدوق أو اللي قالوا عن أمر أديب هذا كذاب وضع ومنافق فإحنا عندنا في تاريخنا اجتمع الأمران الجمع والحشد وفيه آلية القدرة على الفحص وعلشان كده تاريخ الطبري مش طبري ده مات قبل 1200 سنة إلى الآن في دراسات تكتب عن تاريخ الطبري صحيح ده تاريخ الطبري ضعيف تاريخ الطبري زي اللي عملها الدكتور محمد بن طهر برزنجي أو مثلا يجي واحد زي الدكتور يحيلي حيلي يكتب لك مرويات أبو مخنف في تاريخ الطبري راوي معين كده يروح يقارنها بغيرها من المصادر أو مرويات سيف ابن عمر في فترة الفتنة في تاريخ الطبري زي ما عمل دكتور خالد الغيث يبقى احنا عندنا هون الغيث بعد ألف ومئة سنة من وفاة الطبري لدينا القدرة على أن نقيم ونستفيد من عمل الطبري اللي هو لو كان بدون إسناد زي تواريخ كل الأمم يعني أنت دلوقتي أي تاريخ لأي أمة أخرى ما عندكش القدرة على أن أنت تعرف الروايد صحيحة ولا ضعيفة وهي المنهجية مفقودة في الأمم الأخرى تقريبا فقودة طبعا محندهمش وعليه هاي نقطة تعطينا الآن انطلاق قوي للثقة بتاريخنا طبعا طبعا لكن هذا أرجع وأقول أنه علم لا يستطيع أن يدركه إلا المتخصصون فيه زيه زي أي علم يعني زيه زي الطب زي الصيدلة زي الهندسة يعني مش أي حد هيمسك تاريخ الطبري ولا ابن الأثير ولا غيره ويبقى عنده القدرة على تقييم لا هو هيبقى إنسان مثقف عادي يرجع إلى المختصين علشان يبقى فاهم الرواية دي صحيحة ولا ضعيفة ما الرواية دي يعني طب إيه اللي حصل استخلص لي الصحيح أو إيه اللي حصل مثلا في فترة الفتنة بين الصحابة علشان الروايات فيها كثيرة وهكذا يعني هو في النهاية علم بس الثقة بالتاريخ الإسلامي بشهادة كل الباحثين يا شيخ مراد يعني بشهادة المستشرقين وبشهادة الأجانب وبشهادة غيرهم التاريخ الإسلامي كتب على منهاج ليس له نظير ليس له نظير نعم الوسيلة دي مش موجودة عند أي أمة من الأمم فضلا عن ودي حتة هنرجع لها كتير وهنحتاجها كتير إنه الحالة العلمية الإسلامية لم تكن متأثرة بالسلطة أو بلاش أقول لم تكن متأثرة أقول كانت أقل الحالات العلمية تأثرا بالسلطة يعني أنا قلت إنه الدائل الدين هو الذي أنشأ الحضارة العلماء المسلمين مكنوش جزء من السلطة العلماء مكنوش جزء من مؤسسات السلطة يعني السلطة الإسلامية مكنش عندها وزارة تعليم مكنش عندها وزارة ثقافة مكنش عندها وسيلة إعلام تبث فيه ما تريد لا ده مكنش موجود بينما غالب الأمم الأخرى العلم عندهم كان جزءا من السلطة الحالة العلمية كانت ممسوكة سلطويا يعني الطبري لما ألفها تاريخه هذا حد قال له ألف تاريخ يعني حد فيه سلطان قال له ألف تاريخ مفيش ألفه نشط طيب هل ما حصلش أن فيه سلطان قال لك ألف تاريخ حصل أن فيه سلاطين قاله ألفه تاريخ بس إحنا عارفين هم مين وأحيانا بعض المؤرخين هؤلاء زي في تاريخ الصابي في تاريخ المشهور أكلفه الملك البويهي أنه هو يؤلف تاريخا في الدولة البويهية فواحد دخل عليه قال له أنت بتعمل قال له أكاذيب ألفقها وأباطل أنمقها لدرجة أنه يا ربي سبحان الله إما مارجليوث أو غيره سبحان الله أنا نسيت الاسم الآن لكن واحد مستشرق كان يقول لقد أبدى المؤرخ المسلم السلطوي اللي هو رجل موجود في السلطة درجة عالية من الاستخلال حتى التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع السلطة مش على غرار التاريخ اللي كتبوه الناس بتوع أوروبا وبتوع الهند وبتوع الصين ولا اللي بيكتبوه دلوقتي بتوع الدول المعاصرة يعني هو لما بص في الإنتاج المكتوب لقى أنه يعني مش منحاز للسلطة كما يتوقع من مؤرخ موجود في بلاطة السلطة احنا ممكن نلاقي في مصر اليوم مؤرخ يبرز مثلا دور السيسي في الطفان ويلمعوا أنه وقف على الحياد وظل مدة سنة سنة ونص ماسك البلد كويس وما صارش فيه أي انفلات يعني يأخذ هذا الجانب ويطلع لنا تاريخ بعد مئة سنة والله يشوف أنت في مصر عندك احتمال من اتنين اللي هيعرف يكتب تاريخ هيكتبه على هوى السيسي فده يعني يتصدر في الإعلام عنده رأي آخر يأما يروح يكتبه من برة يأما هيكتبه في السجن ما فيش حلول أخرى أنت عارف الراجل اللي هو رفع علم فلسطين في المدرجات نعم تم القبض عليه لبسي فأصدق لك أنا أبو أنا أضرب هذا المثل يا أخ مراد أنه حتى المؤرخ اللي كان موجود في أرويقة السلطة في تاريخنا الإسلامي نتاجه التاريخي لم يكن متأثرا بالسلطة كما يتوقع حتى أنه هذا المستشق مارجليوث في غالب ظني يقول لقد أبدأ المؤرخ المسلم استقلالية يعني غير متوقعة نعم نعم طيب أنا شاب بسيط وبدنا نلم هذا الجواب في سطر شو منحكي؟ كويس بالله بارك الله فيك عايز أقول أن الأسباب التي تؤدي إلى تزوير التاريخ أغلب هذه الأسباب لم يكن موجودا في حضاراتنا الإسلامية تمام؟ لأن حضاراتنا الإسلامية أولا نشأ فيها علم التاريخ لكي يحافظ على الدين مش لكي يخدم السلطة والأن اللي كتبوا التاريخ الإسلامي في غالبهم كانوا علماء وعلماء دين بمعنى أنه هم هم في نفسهم كانوا على قدر من التربية الأخلاقية وبيئتهم كانت على قدر من التربية الأخلاقية يعني احنا أشهر المؤرخين في عالمنا علماء فقه يعني الطبري شيخ المؤرخين هو نفسه شيخ المفسرين هو نفسه صاحب مذهب فقه أصدقول ما كانش هيبقى عالم لو إنه كذاب أو لو إنه منافق لن لن يتنسم ذروة ذروة مجلس العلم وكرسي العلم لأنه العالم في حضراتنا الإسلامية أنت دلوقتي لما بتلاقي شيخ كذاب بيسقط من نظرك وما بتستفتهوش فالبيئة العلمية أغلب اللي كتبوا تاريخنا علماء الطبري ابن كثير الذهبي الناس دي كانوا مفسرين وكانوا قراء وكانوا فقهاء فوق كونهم مؤرخين فأنا بقول أنه التاريخ نشأ أصلا داخل العلوم الإسلامية لم يكن متأثرا بالسلطة تأثيرا كبيرا طبعا التأثر موجود لأنه إحنا بشر اللي عملوه كانوا علماء وكان هدفهم حفظ الدين وضبط الدين وبعد كده كانوا عاملين منهجية لفحص هذه الروايات التاريخية بالذات في صدر الإسلام اللي هو لأن إحنا ناس بعض تاريخنا دين وبعض ديننا تاريخ إحنا المسلمين فترة النبي وفترة الخلفاء الراشدين دي مش مجرد تاريخ بالنسبة لنا لا دي دين إحنا عايزين نعرف النبي قال إيه وعمل إيه وعايزين نعرف الخلفاء الراشدين قالوا إيه وعملوا إيه علشان ده بالنسبة لنا دين مش مجرد تاريخ مش مجرد حكايات دول ناس إحنا بنقتدي بيهم فعلشان نقتدي بيهم الحالة العلمية كانت حريصة جدا على تدقيق كل ما ورد عنهم وصدر عنهم فبالتالي حجم الثقة في التاريخ الإسلامي ليس له مثيل في تواريخ أي أمة من الأمم مطلقا مطلقا هذا كلام لا جدال فيه كلام ده احنا بنقوله دلوقتي لكن أهل العلم بهذا الموضوع يعرفون أنه لا جدال فيه نعم وهذا ينطبق على المؤرخ المعاصر لا لا ينطبق على المؤرخ المعاصر طبعا لا نقدر بقى نتابع مسيرة الأمة بعد ذلك علشان نقول إيه اللي حصل في كل أحقابها يعني أنت عايز تقول أنه الرجل اللي كان موجود في البيئة الإسلامية المشبعة بالعلم والدين والتقوى زي الطبر ولا زي الذهب ولا زي ابن كثير مثلا يشبه الموجود دلوقتي فيه جامعة عصرية لا ده واحد كان عايز في بيئة مختلفة بمعايير مختلفة بمستوى أخلاقي مختلف بقدر من الدقة والضبط مختلف لكن إحنا دلوقتي بعد ما حصل الانهيار الكبير وباقت الجامعات بيتم التعين فيها بقدر من الوسطى وبقدر من المحسوبية وعندك نوع من الفساد والرسائل الجامعية تكتب أو تشترى وعندك سلطة قاهرة لا تسمح برواية أخرى مخالفة لتاريخها وعندك المؤرخ لو حب يبقى مستقل لما يقدرش يبقى مستقل ده لازم يبقى أستاذ جامعة علشان ياخد مرتب لا تغيرت الظروف تغيرا كبيرا ما تقدرش تثق في رواية المؤرخ المعاصر كما كنت تثق في رواية المؤرخ المسلم قديما تهى الوضع المختلف تماما أستاذ محمد احنا بالحلقة الأولى من بودكاست مئة سؤال في التاريخ طرحنا ثلاثة أسئلة وهيك انتهت الحلقة الأولى هذه السلسلة التي نجيب فيها عن الملح والضروري أن نطرح من أسئلة لكي نحصل على إجابات وبالتالي نتحصل على المعلومة التاريخية الصحيحة مسترشدين بها ما هو قادم إن شاء الله من حياتنا الحافلة بالأحداث كما أنتم تشاهدون وتسمعون إذن كانت هذه الحلقة الأولى إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة إلى اللقاء لتشاهد المزيد من البرامج عن التاريخ الإسلامي ولتتعرف على أحداثه وانتصاراته وانكساراته قادته وعلماؤه أحداثه وأسراره الحكم والسياسة والحروب والمعارك ما عليك سوى أن تتابع قناة تاريخنا على يوتيوب تاريخنا من أبعد نقطة في الماضي إلى أبعد نقطة في المستقبل نستنطق التاريخ نقطة في المستقبل